اه انا متفق معاكو في القصة بتاعة التغييرات وتعالوا نتناقش فيها بمنتهى التجرد انا هتكلم معاكو هقولوكو بالضبط وكان بيفكر في ايه لان الناس كتير كان بتتكلم في انها مش فاهمة تصريح اسوريو بان يعني انت سحبت سف دين الجزيري وكنت بتلعب بتقول ان انا مش بلعب بخطة دفاعية هي التكرة هي فكرة وهو الراجل ده عشان متفق مع بعض هو راجل كثير الافكار احيانا الكرة في مصر معلمانا حاجات اعتقد انها ثوابت انا ما بحبهاش وبحبش ثوابت وما بحبش المعلبات اللي احنا خلقناها جوانا يعني ايه معلبات خلقناها جوانا يعني ان الفريق ما ينفعش يلعب من غير راس حرب دي معلبات اتضربت بالنار من مئة الف مدرب سابق وعشر مدربين اقدر اذكرهم لكو في عشر مواسم مختلفة ادروا يلعبوا من غير راس حربة سابق سواء بقى وينجين بيضموا للقلب سواء راس حربة وهمي سواء من غير راس حربة صريح واللعبة كلها تبقى معتمدة على القدمون من الخلف او القدمين من الخلف طالما قلنا على فيبقى في عندك نوعيات كتير من الطرق الهجومية ففكرة ان احنا واقفين على ان دايما المهاجم لازم يكون راس الحربة الصريح اللي احنا عارفينه دي بالنسبة لي مش هي اللي انا بعتمد عليها في حكمي فهم ما بعتمد على ايه في حكمي ان انا حاول افهم هو كان عايز يعمل ايه وهل الفكرة اللي هو حاول يعملها دي نكحة ولا فشلة الفكرة اللي هو حاول يعملها دي انه يلعب بما يسمى مهاجمين من على الطرف كده مش هقول لكم الاسم وما يخص ناش هي الفكرة انه عايز والكورة مع النصر يكون زيزو وابراهيمان داي عاملين كده فاتحين الملعب بيدفعوا وقفين قفلين نساحات الباك اليمين والباك الشمال فالباك اليمين والباك الشمال بتقول النصر لما بيزيدوا فيه خوف على ظهرهم فما بيزيدوش قوي وما بيزيدوش هما الاتنين مع بعض بسبب ان فيه جناحين وقفين قدام زهرين بتوع الزمالك اللي هم زيزو وابراهيمان داي الزمالك قطعت كرة بسرعة الاتنين بيخشوا القلب عشان تتلعب كرة قطرية واحد من الاتنين يحاول ياخدها ويعمل انفراض طيب في الوقت اللي هم عاملين فيه كده واللعب بتاع النصر بيطلع على الونجين عمر جابر اللي هو الارتكاز رقم ثلاثة اللي في الوسط الملعب او عمر السيسي واحد فيهم يروح لقدام ليه عشان يملى بس قدام سنتر باك قدام قلب تفاع النصر يقف قدامه بس ده دوره لا اكتر ولا قلب وبعدين يقوم راضد يدافع ويبقى كده الفرقة كلها وراكورة اتقطعت هب الجناحين يخشوا القلب طيب الطريقة دي نكحت لا الطريقة دي ما نكحتش بدليل ان السيف الجزيري وهو موجود إزا مالك خطر وهو مش موجود إزا مالك غير خطر بالمرة ما عملش ولا فرصة يبقى رأيي من الصح اه بس يبقى مشكلة الرجل انه ملعبش براس حربا لا مشكلة الرجل انه كثير الافكار لدرجة مخلية ان لعب 3-2-4-1 4-3-3-3 4-3-4-1-4-1 بيلعب براس حربا وهمي او بيلعب اتنين مهاجمين جايون من على الاجناحة او راس حربا صريح بيلعب بتلات ارتكاز او ارتكاز واحد او اتنين واقفين جنب بعض رمي كثير الافكار لدرجة مربكة للجماهير ومن ناحية اخرى هي مش دايما الافكار بتنجح لان الافكار غير التقليدية هي مغامرة من المدرب احيانا تنجح زي 3-2-4-1 اللي كان بيتطبقها وقدرت انها تجيب للزمالك نقاط كتير من فرق كان في العادي الزمالك قبل او سوريو بيتدرجل منها واحيانا تخفق زي اللي حصل النهاردة في مارش الناصر يبقى انا مشكلتي مش مع الراجل في ان هو بيلعب في تغيير سيفك زيري كسيفك زيري انا مشكلتي مع الراجل ان هو الحاجة انه كثير الافكار اغلبها بينجح بس بعضها بيخفق وبالتالي بعضها اللي بيخفق ده بيخليني حاسس ان ما كانش فيه داعي لها ترجمة نانسي قنقر